كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه أطلع نظيره السعودي على انتهاء مصر من المسار التفاوضي بشأن سد النهضة بسبب تعاند السياسة الإثيوبية وسعيها لفرد الأمر الواقع وأضاف شكري أنه ناقش مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في السودان واحترام سيادة الصمال الشقيق مشيرا إلى مناقشة تطورات المشهد في سوريا وليبيا واليمن كما أكد على الاتفاق مع الجانب السعودي لتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات ودعم العلاقة الثنائية بين البلدين تنوانا كذلك خلال مباحثات التطورات الأخيرة في السودان الشقيق وتوافقنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال لنفاذ الإنسان الكامل للمواطنين السودانيين الأشقاء تمهيدا لتدشين مصار سياسي كما أكدنا على الشواغل والقلق بشأن تطورات منطقة القرن الأفريقي وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصمال الشقيق على كامل أراضيه ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاس من ذلك وحضت شقيق يسموه الأمير فيصل بن فرحان بالموقف الحالي بالنسبة لمسألة سد النهضة وقرار مصر بانتهاء المصار التفاودي اتصالا بما تأكد من استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق التوافق بشأنه فيما يثبت استمرار غياب الإرادة السياسية لدي الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق وإنما السعي لفرد الأمر الواقع وفي إطار حرص البلدين على الأمن العربي المشترك وعلى مصالح الشعوب العربية استعرضنا تطورات المشهد في سوريا وليبيا واليمن وتوافقنا على ضرورة العمل سويا نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات اشتركوا في القناة